موسيقى اصبر عليها شوية بعد الدرس الله يرحم والديك تمام شوف دعوة ويأمنوا هؤلاء الله أعلم طيب الباب الرابع القسم الرابع ذكر فيه المؤلف رحمه الله أسباب الكفر أسباب وقوع الشرك والكفر في الأمة حتى نشتنبها لازم تعرف أسباب وقوع الشرك لماذا يقع الشرك كأنه سائل يسأل الإمام محمد عبدالوهاب رحمه الله يقول نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهادي لماذا يقع الشرك في الأمة ما الأسباب حتى نشتنبها ذكر أسباب ثلاثة خطيرة وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل سبب يوصل إلى الشرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام غالوا في الصالحين لكن الشيطان عارف بما تقول إليه البدعة أول شيء بدعة ما هي البدعة تصاوير تماثي قال صورة حط صورة الشيخ عندك في الجوال ولا في جيبك متى ضعف الإيمان تنظر إلى صورة الشيخ حتى يقوى عندك الإيمان شيء فشيء فشيء حتى عُبدت من دون الله طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله نصلى الله عليه السلام الغلو ليس مدحن فقط لا الغلو إما مدحن أو قدحن إما مدحن أو قدحن ونحن لابد نتوسط خير الأمور الوسط الإمام أبو حنيفة رحمه الله إمامنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله هناك أناس غلوا في أبي حنيفة رحمه الله وقالوا أصاب أبو حنيفة وأخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يسبوا يشتم الإمام إمام من أمتها للسنة نقول إمام نحب هذا الإمام نترحم عليه نعم نقول محبة هذا الإمام من الإمام الطعن فيه طعن في السنة للإمام من أمة أهل السنة والجمعة لكن لا نرفعه فوق منزلته صحيح إن كنا لا نرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته أخوانا الذي يرفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أتبع مسيلم الكذاب رفعوا مسيلم مرتبة من؟ مرتبة من؟ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بهذا وقعوا في الكفر الأكبر لأنهم رفعوا مسيلمة مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم طيب كيف بمن يرفع إنسان مرتبة جبار السماوات الأرض لا يكفر يكفر نعم إذن هذا الأول الغلو في ماذا؟ في الصالحين طيب الثناء عليهم مدحن أو قدحن